شعرع بالدور الفرنسي في دفع الجزائر في رسال جيشها للقتال من أجل الاستعمار ولأن الجزائريين أيضاً شايفين الدور الفرنسي حتى في بعض التغذيات الإعلامية عندما تخرج لايف بي مثلاً وتقول وتشيطن أعداء العصابة أو خصوم العصابة من الأحرار وتصف رشاد بأنها إسلاميست وبأوصاف أخرى بينما قلنا أننا حركة مدنية ونحن مسلمون نحن قلناها ونعودها مليون مرة نحن مسلمون ونفتخر بأننا مسلمون ما تسمون بأننا مسلمين ما تسمون الشيء آخر كل هذه التسميات هي لتقسيمنا كشعب عندما تقوم الدولة المدنية يتنافس الناس على البرامج البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن حق الجزائريين أن يدافعوا عن أي برنامج ومن حق الشعب أن يختار ما يريده أما محاولة شيطنة الأحرار بمشاركة بعض الجهات الفرنسية بما فيها الإيف بي فأنا من هنا أقول الإيف بي لأننا رسلناهم وهنا نقولها لكم الآن هذه على المباشر رسلناهم ودرناهم من ميزو بوان قلنا لهم فضلكم خذوا بعض الأمور بهذه المعطيات راكم وصفتونا بكذا وكذا وهذا موش منطقي وأنكم تتبلوا علينا يعني وأنكم عن طريق لايف بي نشرت في العالم أجمع شيطنتنا بطريقة التي تعرفوها أنتم فأردوا علينا قالوا نحن ما نقبلوش هذا الميزو بوان مش أكسبتال وهذا ما يدخلش في القانون طيب أنا من هنا أقول لايف بي نحن مسالمون والجزائر الأحرار سيدافعون وسيرسلكم كثير من الجزائريين لأنها القضية لا تتعلق برشاد أو بفولان أو بأمير أو بعبود أو بمحمد عبد الله ومحمد العربي لا تتعلق بنا القضية تتعلق بقضية شعب جزائري كله نحن فقط هنا لنرفع صوت هذا الشعب المغلوب إذا لايف بي رأت أنها تستمر في الشيطانة وتستمر في التهجم وتستمر في قول ما ليس حقيقة وتنشر على العالم فإن الجزائرين يرسلونكم وقد يأتون للتظاهر سلميا أمام مقراتكم في كل عواصم العالم كما تظاهر الجزائريون ضد الفيسبوك في فترة معينة فإن الجزائريون سيستعدون أن يتظاهروا سلميا في البلدان الذي يسمح بها قانون التظاهر وهي كل الدول الغربية بلا استثناء سيتظاهرون أمام مقراتكم ومكاتبكم فقط دفاع الحق نحن لا نريد شعب جزائري لا يريد من أي وسيلة إعلامية داخلية وخارجية أن تقف معه بغير حق بل نحن لا نريد أن تقف معنا لا بحق ولا بباطل لكن لا تشيطنوناش لا تكذبوش علينا لا تكذبوش على أحرار البلاد وإذا كان الجهات الرسمية الفرنسية ربما رحي هي التي توجه أو تعطي تعليمات فنحن نقول لكم أنكم المفروض أنكم في بلد ديمقراطي وبلد حر لا يتلقى التعليمات من الأجهزة المخابراتية أو من الإستابليشمنت الحاكمة نحن نعيش في الغرب ونعرف ما يجري ركاين كثير من الجزائري اللي عندهم عقود الآن في الغرب عشرات السنين ويتقنون اللغة ويفهمون المجتمع ويفهمون السياسة ويفهمون الاقتصاد ويفهمون التاريخ فأنا من هنا أقولها بي أنا لست غاضب ما ليس نقول فيها بغضب أنا نقول فيها بصدق نتمنى على أي وكالة أنباء أو أي قناة تلفزيونية أو أي جهة أن تكون مهنية فقط موضوعية فقط وفق قوانينكم أنتم والقايدلاينز بتاعكم أنتم لوضعينها وكنت ذكرتكم بلايف بي قبل أيام بها وإذا لازم الأمر نذكركم بها ونرسلوكم بها ويتلفونو لكم الجزائريين باش يذكركم بها لكن إذا بقيتوا في هذا الاتجاه فإن كثير من الجزائريين يفكروا الآن في القيام بمظاهرات سلمية أمام مكاتبكم في كثير من العواصم العالمية خليها العالم أجمع يعرف بداية الدور لأن الدور القادر الذي لعبه في التسعينات وقبل التسعينات لن نسمح به شعب جزائري الآن متواجد في الأرض جميعاً وهو لن يسمح بالتدخل ولا بشيطنة الحرارة ولا بالتدخل في شؤوننا وهذه الشعارة ترفيعة اليوم في العاصمة وأخصم بالله العلي العظيم لأنني سمعتها معكم الآن ورأي نعلق عليها على المباشر بحيث أنني لم أسمعتها من قبل